اليوم صادر صادر أو أمس عن مركز كندي يسمى لانستيتي فريزر فريزر انستيوت أو لانستيتي فريزر وهو think tank يتحدث جاي قارن ما بين الدول العربية قال في 22 دولة عربية وش خرج ما هو رقم الجزائر في قضية الاقتصاد في قضية الحريات الاقتصادية في قضية العمل في قضية الشركات رقمها 20 جات بعدها فقط سوريا وليبيا سوريا اللي مدمرة بالحرب تماما عشر سنوات حرب مدمرة وليبيا أيضا تقريبا ايانا موريطانيا أفضل ايانا اليمن أفضل ايانا العراق المحتلة والمدمرة أفضل ما نحكيش على إمارات الخليج لا إمارة المجرمين تعدو بانتاع الإمارات ولا بحرين ولا قطر هذو جو الأوائل لصوص كبار لكن بناوا بلدانهم مجرمين كبار لكن بناوا بلدانهم يدي شوي يدي النص ويخلي النص البلاد يبني بيها البلاد بل ينهى ببلداننا هذة على الإمارات وغيره باش يدي البلاده الفتنة الحقيقية يا عبيد العبيد هذو مش حكام هذو عبيد هذو عبيد عن القوى الكبرى هذو وكلاء هذو وكلاء تاستعمار يا عبيد العبيد يا من يا ذوباب يا من تاخذ زوج ملايين وثلاث ملايين باش تسبوا من يريد أن يحرركم كي تقوم دولة حقيقية دولة مدنية دولة عادل وقانون ما تديز زوج ملايين باش تسب الناس أو ثلاث ملايين باش تسب الناس ربما تعد عندك شركتك الخاصة ربما تدي عشر ملايين وعشرين مليون بالسنتيم الجزائري ما تعيشش على السب وعلى يا ذوباب يا من تشتغلون ذوباب وأنتم بعشرات الآلاف الآن يا مداخلة يا من تزعمون أن الإسلام يأمر بطاعة الحاكم حتى ولو كان ضرب ظهرك وأخذ مالك واختسب زوجتك واختسب وطنك هذا مش إسلام هذا التجيل أنتم عبيد عند العبيد والمخابرات السعودية لقمتكم دين المدخلية لأصبح هو بدل ما تروحوا الدين الإسلامي الحقيقي الفتنة الحقيقية هو أن يعيش شعب كله حالة يأس وبؤس فينتحر فيه الناس ويهرم فيه الناس وتتحطم فيه الأسر ويشعر الناس بقلق رهيب ما عندناش حكام ما عندناش حتى طغات بمعنى أنه طاغية لكن خدم أو يخدم عندنا عبارة عن عبيد رديئين فاشلين تشهوات ليس أكثر ننتعي مخدرات وسكرات ليس أكثر ننتعي بيع البلاد ليس أكثر هؤمن خواني الحقيقيين الذي يريد أن يحرك يساهم باش يدافع عليك كان ممكن الناس اللي رهي تهدر من الخارج خاصة أن تعيش حياتها أن تعيش حياتها وتعيش مع أولادها وتعيش في بلدان متوفر فيها كل شيء ويكفي أن يكون عندك ذكاء محدود باش تعيش لبس عليك فما بالك أن يكون عندك ذكاء متوسطة أو عالي هؤلاء رههم يضحوا بحياتهم وبأولادهم وبأسرتهم وبراحتهم وبأموالهم باش يدافعوا البلاد يدافعوا على شعبهم وهم مهمش يدروا مزية هذا واجب لمن يفهم معنى الواجب ومعنى الوطن ومعنى الشعب وطن لا نسكنه لكنه يسكننا الفتنة الحقيقية هو أنه بعد 60 سنة تحترق الناس في النيران وما عندك طائرة واحدة تطفي بها النيران تحترق الناس في النيران